من أخذ من مالك شيئاً استعاره منه واجب عليه أن يؤديه وأن يحافظ عليه يقول الشيخ يحافظ عليه على الأمانة أكثر من محافظة على ملكه الخاص لماذا؟ لأن سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبده المصلوم وفي حديث يأس أن يعبد في جزيرة العرب ورضيه يعني بما هو دون ذلك رضيه بالتحريش بينكم هذه سبحان الله شيء مشاهد ومجرب الحاجة عندك تستعملها 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 ما أشياء يمكن سنوات مطرقة ولا دريل ولا يعني أي آلة ما تعطيه واحد إلا رجع لك يا خربالة طيب كل سنين ما اختربت يقال سبحان الله الشيطان كأنه جالس عند يعني إفساد هذه الآلة في هذه اللحظة حتى يحرش بين الناس فلذلك في الحقيقة إذا شفت رأيت شيء غاليا غالي الثمن ومعرض الخراب بسرعة للمعرض للتلف بسرعة حاول أن لا تأخذه من صاحبة تبهتوا مثلا فينا أمر مهم جدا كثر ما تستطيع لا تأخذه من غيرك وهو السيارات السيارات هذه سبحان الله خرابها كثير أعطالها كثير عرضا للحوادث فكثير من الناس أخذ السيارة عمل فيها حادث جابوا صاحب السيارة ودخل في متاهات طويلة عريضة السيارة حافظة على السيارات وكلا تأخذ السيارات غيرك بعض الناس يعطيك بطاقة السحب الآلي روح اسحب لي ورخذ اللي تبي ترى فيه كاميرا أنت تسعب وأنت صاحب البطاقة تصورك لو تضيع البطاقة على الشيء ولا نسها فلوسها والراحة يعيدوني الشيارة تلقونك أنت جاي تساحب يمكن بعض الناس بعد يورطك يعطيك عشان تسعب عشان تصوره راح يشتكي عليك فيه ناس الشيطان حي نعوذ بالله من الشيطان وفيه شياطين انس والجن يوصي بعضهم بعضا فأنت كن حريص أن لا تأخذ من الناس شيئا قابل للتلف خذ بأول من الناس تمون عليهم ثاني من الشيء يعني مو سريع التلف ثالثا تحافظ عليه محافظة تامة محافظة تامة ثم كثر ما تستغني أحسن حتى لو تذهب تشتري الشيء وتستعمل مرة واحدة إذا كان عندك قدرة أو تستأجر من صاحب أو تأتي بصاحبه وهو يعمله بآلتي هو وتنجز عملك أحسن ما تأخذ حاجة من الناس ثم تعطب عندك أو تتلف أو نحو ذلك ثم يحر الشيطان بينكم تبهت ترى ما أعطي أحد سيارتي دير بالك وحيجيين يقول سيارة بس بروح مشوار ترى ما أعطي أحد سيارة اتفقنا ناصر حتن ناصر عزيز ترى ما أعطيك سيارتي إلا أعطيك ياهبة حاضرين بس استعرى ما أعطي أحد نعم